في شي خطير يا جماعة بالآيفون وفي كتير ناس ما بتنتبه له اللي هو انه اي تطبيق انتو بتستعمله ممكن يحدد لكم الموقع اللي لكم وبيستعمل هو هيدا التطبيق الموقع اذا انا دخلت على اي تطبيق مثلا انا دخلت هلا على خرائط جوجل اللي هو جوجل مابس بتلاحظوا بيجيني هون دائرة زرقة وبقلبها سهم ابيض هون يعني هو هلا عم بحدد للموقع بتحول لسهم لونه ابيض هون كمان هو شغال بتحديد الموقع هلا حاليا لحتى اعرف انا هلا حاليا اي تطبيقات عم تستعمل موقعي بنزل الشاشة التليفون لتحت بيبين عندي التطبيق بيكبس على السهم اذا كان عندي اكتر من تطبيق بيكونوا موجودين هون والعلمة اللي حددون الزرقة مع السهم الابيض يعني هيدا عم بحدد للموقع هلا حاليا كيف بعطي امر لهيدا التطبيقات حدد للموقع ولا لا وشو هنه التطبيقات بدخل على الاعدادات بعدين بنزل لتحت بدخل على الخصوصية والامن بعدين بدخل على خدمات الموقع وبلاحظ انه خدمة الموقع انفعلي فيه انا طفيها بوقف كل خدمات الموقع عن جميع التطبيقات بس بهالحالي ما بقى فيه ابعت لوكيشن للي على اي تطبيق اللي حتفعلها بنزل لتحت بشوف كل التطبيقات اللي هي بتستعمل موقعي اذا دخلت انا على كل التطبيق بتطبيقه مثلا دخلت على الخرائط بلاحظ في عندي اربع خيارات فيه انا ما اسمح له نهائيا وفيه اسمح الوقت ما بستعمل التطبيق وفيه اسمح له انه هو يطلب مني انه فيه يحدد موقعك ولا لا او استعمال التطبيق مع عدواته اذا برجع الوراء بنزل لتحت على الاخر بشوف انا في عندي سهمين السهم البنفسجي والسهم الرمادي السهم البنفسجي اذا طلع عنكن يعني هيدا التطبيق حدد موقعي اخر ستين ساني السهم الرمادي اذا بيان عندي بكون هيدا التطبيق حدد موقعي اخر 24 ساعة دخلوا كلكون وشوفوا انتو اي التطبيقات الممكن تعطوها الامر يحدد موقعكم ولا لا جربوا هلميزة واعطويني رأيكم فيها وما تنسوا اي شخص عنده مشكلة بالايفون اكتبيلي بالتعليقات ان شاء الله باسرع وقت ممكن ترد عليه وبحلل له مشكلته